السلام عليكم ورحمة الله طبعا كنا منستخدم أجهزة الموبايل في تصوير الصور لكن عمرك تخيلت أنه كل صورة أنت بتصورها باستخدام موبايلك أو باستخدام أي جهاز إلكتروني بتم تخزين مجموعة كبيرة من البيانات داخل هذه الصورة واللي احنا بالعادة يعني منسميها بالعلامة المائية وهذا هو الموضوع تابعنا لليوم اللي هو العلامة المائية واللي هي البيانات اللي بتم تخزينها على الصور لحظة تصويرها باستخدام أي موبايل هذه البيانات يمكن رح تشوفها لأول مرة خلينا أفرجيك كيف ممكن تستخرج كل البيانات اللي موجودة على الصور لما أنت صورتها باستخدام موبايلك طيب إخواني نبدأ مباشرة معكم في الشرح وراح أجرب هذا الفيديو على صورة أنا صورتها من فترة تقريبا ثلث سنين على موبايلي القديم وراح تعرف الآن شو هو كان هذا الموبايل وكل التفاصيل الصورة اللي أنا صورتها باستخدام هذه الطريقة طيب إخواني في البداية رح نروح مباشرة على المتصفح اللي موجود عندنا على الموبايل وبعدين رح ندخل على هذا الموقع وراح أضيف لكم الرابط داخل موقعنا والرابط رح تلاقيه موجود معك بالوصف الخاص بالفيديو طبعا بعد ما تدخل على الموقع رح تطلع لك هذه الصفحة زي ما أنت شايف اللي هي صفحة الموقع الرئيسية وبعد يك رح نروح على الخيار اللي موجود عندنا فوق اللي هو عند كلمة فايل علشان نرفع أي صورة من الصور اللي موجودة عندنا على الموبايل بتضغط على الخيار وبعدين تضغط على خيار المستندات وبتختار أي صورة من الصور اللي موجودة عندك على الموبايل والينتي حابت عرفت التفاصيل تبعته أنا راح أختار مثلاً هذه الصورة وبعدين مباشرة راح نروع على يمين الشاشة عشان في عندهم خيار حاطينه اللي هو أنا لست برنامج ريبوت تضغط على الخيار ممكن يعطيك صورة زي اللي احنا شايفينها بتحدد الخيارات بناء على الصور اللي هو بطلبها منك وبعدها رح يعطيك كل مداخل المربع الأحمر زي ما انت شايف اللي هي View Image Data بتضغط على View Image Data وبتستنى شوي حتى يعطيك تفاصيل الصورة ومثل ما احنا شايفين الموقع أعطانا كل تفاصيل الصورة اللي احنا رفعناها على الموقع هذه الصورة خلينا نرجع لفوق ونشوف البيانات اللي هو كاتبنا إياها نكبر الصورة شوي زي ما تشايف الجهاز اللي صور هذه الصورة اللي هو سامسونج GT 1000 أو i9300 اللي هو السامسونج Galaxy S3 فعليا كانت هذه الصورة أنا صورتها على S3 من فترة تقريبا ثلاث سنين ولو طلعت هنا على تاريخ الصورة رح تلاحظ أنه مصورة في سبتمبر سبعتاش 2014 يعني حتى كمان الساعة ما أعطيك إياها اللي هي 9 و13 و24 ثانية مساء يعني عمر الصورة تقريبا ثلاث سنين وشهرين وثمانتاشر يوم بيانات كثير رح يعطيك إياها وإذا بتلاحظ كمان أنه معطيك أنه دقة العدسة اللي أنا صورت فيها على السامسونج S3 اللي هي 8 ميجابيكسل ويمكن لو كنت مفعل الجي بي أس يمكن كان حدد لي موقع المكان اللي أنا صورت في هذه الصورة يعني باستخدام هذه الطريقة أنت بتقدر تعرف معلومات كثير وتفاصيل كثير عن أي صورة موجودة على موبايلك وتعرف نوع الجهاز وتفاصيل الوقت والتاريخ اللي تم تصوير الصورة في لحظتها في أملة